ياه أ Amber Ahead سهلا أحساسي ياهما mainstream أفضل الشفيني معظمك؟ تسلم يا الطير انا بصراحة اى فرصة.. ايه.. وق Abi It sees youing with you ولكن مثل شو مع المؤهلات؟ ولا بصراحة مؤهلات مع في ولا حتى اي مت هنا طيب مو مشكلة هى المؤهلات مو ضرورية اهم الإخلاص والاتقان في العمل طيب مثل بدأ معي انتي بخريفية سريع شو في ان شواغين لا عليك Gazwhi هلأ صراحة أستاذ أبوشيركو بقسم الوزارات لازمنا وزير ثقافة طبعا إذا بناسبك هلأ وزير الثقافة أوكي بس الفكرة أنه وزير الثقافة يعني كتيري بيطلع على الإعلام و أنا بحب الكاميرات بجان طيب ها بقيتها في عندي شاغل بوزارة الصناعة لازمنا وزير صناعة طبعا إذا بناسبك أوه لا لا وزير صناعة يعني كتيري بيطلع تعرف وزير الصناعة اجتماعات وتطوير وخطط ودراسات لا 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 ما بدي وزير صناعة أطير لي غيرها ما بدي لا حم الله والله أكبر طيب لازمنا مدير بنك بناسب حضرتك أنه تصير مدير بنك لا لا خيوب يرحم بيك ما بدي قال مدير بنك قال بدك يعني صير مستهدف وحرمية ويراقبوني عن رايح وجاي لا لا ما بدي كش بره وبعيد ما بدي ما بدي حسبون الله جميعا مع الوكيل خيوب لازمنا شوفير طنبور بيزول هاد إلا حتجننني شهادات مع معات مؤهلات ما فيه مهارات عدم ومن ان اعملوا الشيء إذا كنت من الشباب الموجودين بالداخل السوري مجال خياراتك وعملك لحيكون محصور ومزلوك بالزعوية باعيش فهمي شغلة؟ ليه ما غرح سابك انت؟ والله نظام عندي ايه من ورشة؟ حبك تشتري لأه لو سالة؟ ما حبك في مئة ورشة بالبلد لكن عزيزي الشاب يعني عيب عليك تبقى قاعد بالبيت لا شغلة ولا عاملة ودوم تتحجج انه ما فيه شغله عم تكش دبان يمين فيه صغر دبان دبان حاجة مألزة والله أنا ضف طلي قلبي حقيقي؟ انه فيه شباب قاعدين بالمخيمات مصابين وهدول الله يكون بيعونهم يا رب هدول فيه عندهم حجة انهم يحضون انهم ما بيدروا يشتغلوا لكن اخي الشاب الجميل المفتول للعضلات يعني ما زرطة منك يا خيو ما زرطة منك تبقى قاعد بالبيت وعم تندوم وعطو عم توقف على الأطلال ودباني رايحة ودباني جاي بس وليه؟ بقوم الله يرضى عليك عمال برمي بالسوق بركيك الله بيفتح ابوشها شوف خيو عم حاكيك على أبساط أحمدي أنا لا بدي اتفلساف ولا بدي نظير ولا بدي صفحكي أول خطوة واهم خطوة لحتى تبحث عن فرصة عمل مناسبة هي الاستيقاظ المبكر يعني ما زرطة منك تروح تدور على فرصة عمل وانت فايت عند زلم الساعة ست المساء لازم تفيق الساعة 8 الصبح لأنه لا إرادياً صاحب العمل أو مدير المؤسسة مدير المنظمة المعلم صاحب المحل لما بيشوف كفاية عنده ساعة 8 الصبح بحياخذ عنك فكرة جيدة أنه أنت نشيد بأكس ما تفوت عنده ساعة 6 مثلا بقول عنك كسول بتريد يقول عنك هين بقى زبطة حمود حمود حبيبي حمود كل خلقة ربك بيتيوه مع طلوع الضو لك ما همكسلانين مثل بني آدم بعدين خلينا نهبش هبشتنا بالدبابير قبل ما حدا يسبقنا الخطوة الثانية عزيزي الشاب هي تحديد المهارات الشخصية يعني أنت قبل ما تروح قبل ما تبحث وقبل ما تععب حالك وتععب رجليك وتععب غيرك خيوه أعرف شو هي مهاراتك وشو هي مؤهلاتك وشو بتقدر تقدم خيوه أعطي الخباز هبزه وشو هالحكي؟ هلأ شوف خيوه الخطوة الثالثة ممكن تكون ممكن هم؟ مو ناقضة للخطوة اللي قبلها بس ولكن ضرورية ومهمة جدا 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 أهم الشي تكون تتمتع بالثقة بالنفس يعني خيوه شو ما نطلب منك شغل؟ قل له آمين أوكي أنا جاهز خيوه شو بدك تكرم عيونك؟ مثل الزدية الصيني ولا تقول هاي الشغلة ما بعرف أشتغلها احتمال كتير كبير بتلاقي أشخاص يفيدوك ويساعدوك ويدلوك شلو تشتغل صح أهم شغلة محرق اللبان لك اللهم صلي على النبي على هزكة الخاري اللي عندك شو هاد لك روحي انت؟ لازم تكون نجم ما تكون كون برس مثل حكايتنا شوف هالأبجوز تستغني بتقول ليش حامل بجرابة الدبان بيدي تخليك مثل حمود حبيبي حمود حمود حبيبي حمود قاعد بقى شغلة ولي عمليه زل ما بتجوز الله يكون ديعونه راح صح له فرصة عمل انه يصطاد دبابير وعلى كل دبور بياخد عشر ليرات حملة لمكافحة الدبابير المسكين بعد ما اصطادت لتألاف دبور طلعوا كلهم زلائق ما بيعمدوا غير أربع دبابير أخذ عليهم أربعين ليرات علاق صح هو ما استفاد شي ونقرص بمئة ألف بس كسب شرف المحاولة وما ضل قاعد بعدين لقمة الحلال ونغمسة بالأرض ايه قوله ايه ايه دهل يا تحر ايه يلا عميكي وها ايه 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 اسمات 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 ايه ايه اسمات اسمات أسماد 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 أمكتروا أمكتروا اشتركوا في القناة